السلام عليكم ورحمة الله اليوم عندي سؤال وزاري مهم رياضيات للصف الثالث متوسط بسط المقدار الآتي هنا أخذت عملية الجمع وخذت القسمة والضرب وقالي بس عملية الطرح أعلمكم الطريقة إذا جهيت سؤال قال يقولي بسط المقدار الآتي Z تربيع زائد Z زائد واحد Z4 ناقص Z ناقص Z زائد ثلاثة Z تربيع زائد اثنين Z ناقص ثلاثة أول خطوة شون أحلها انحلل أول خطوة شا سوي شنوه انحلل يعني المقدار اللي بي يتحلل أحلله واللي ما يتحلل أنزله هسا 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 أول مرة انحلله هاي المقدار الأول يعني البسط Z تربيع زائد Z زائد واحد ينزل هذا ما بيتحليل أنزله ما بيتحليل هنغير بالقلم هعني هذا أول واحد أنزله أنزله لأن ما بيتحليل Z تربيع زائد Z زائد واحد نزلت البسط هذا الثاني المقام هذا بسط ومقام المقام بعمل مشترك اللي هي Z Z أخذت من عدها هي أربعة أخذت من عدها وحدة صارت عدي Z تكعيب ناقص وهذه Z هي Z أخذت من عدها أخلي مكانها واحد ما أخلي فارغ ناقص Z زائد ثلاثة أنزلها هذا تحليل ثلاث حدود وماكو عامل مشترك أحلى بطريقة التجربة Z بZ زائد بسالب الثلاثة جاية من الثلاثة بواحد خاطر أقول الثلاثة ناقص Z يطلع عندنا Z لحد الوسط هذه أول خطوة حليتها ثاني خطوة ثاني خطوة انبصر شوفوا ماماتي هنا إذا عدي عملية الجمع أو الطرح إذا نفس الكسر من الشابهات أختصر يعني هذا وإيه هذه لكن إذا هذا وهذا ما يصير إلا بالضرب أو القسمة تمتها الملاحظة بنفس يعني الكسر والبص إذا نفس العدد من الشابهات هذا شي سموها أختصره هسا هذا أنزل Z تربيع زائد Z زائد واحد على هذا Z تكعيب ناقص واحد الفرق بين مكعبين يعني قوس صغير وقوس كبير Z ناقص واحد هنا Z تربيع مربع الحد الأول أكس الإشارة الأول بالثاني Z في واحد Z زائد مربع الحد الأخير هو واحد ها عيني ناقص هسا هذا أخلي مقامه واحد يعني ممكانه وهنا صار Z ناقص واحد زائد هسا شنوه هسا هذا وهي هذا قلتلكم إذا نفس مشابهات و نفس الكسر أختصره يعني أختصر هذا وهي هذا لأن مشابهات اشبقه قالي اكتب علي واحد على Z أو Z ناقص واحد وهنا واحد على Z ناقص واحد زائد هسا شا سوي هسا نوحد المقامات نوحد المقامات أو وهي طبعا هي متوحدات المقامات علي من وحدها متوحدات المقامات فإذا أقول شنو متوحدات المقامات فأقول هنا واحد عليه Z دقيقة هنا ما متوحدات المقامات نكتب Z أو Z ناقص واحد Z وZ ناقص واحد هذا وهي هذا راح شبقة تعدي بقت تعدي واحد ناقص هذا وهي هذا راح بقت تعدي Z يعني صارت واحد ناقص Z شوفوا هنا ما متوحدة المقامات ما عبالي Z عبالي يعني متوحدة ثاره هي هنا Z فناخذ Z وZ ناقص واحد هذا وهي هذه مختصرات يبقى تعدي واحد وهنا وهذا وهي Z ناقص واحد يروح نبقى تعدي Z يعني هذه Z مو ثنين صارت 1 ناقص Z على Z وZ ناقص واحد هذا اضرب بسالب خاطر يعني اختصر وي هذا نضرب بسالب ونختصر وي هذا يعني شا قول سالب Z ناقص واحد على يمن على Z أو Z ناقص واحد خاطر اختصر هذا وي هذا شبق تعدي يساوي سالب واحد على Z خلاص الحل ليش هنا سويت قلت واحد ناقص Z هنا خاطر اختصر ضرب بسالب واحد يعني بسالب واحد خاطر اختصر Z ناقص واحد وي Z ناقص واحد واختصرتها بقتنا عدي واسالب واحد على Z ان شاء الله التوفيق